السلام عليكم أصدقائي أكوكم جهاز كل سنة أقدر أقول عليها أنه هي جهاز كل الناس أي واحد يقدر يأخذها هو راس أبارد أنه جهاز يعمر وياه سنين وينطيك كل شيء واحد من هذه الأجهزة هذا الوحش بي نواقص أي بي ملاحظات أكيد بس لتسعين بالمئة من الناس هذا الجهاز كامل متكامل سعر شاشة معالج والأهم من هذا كله بطارية إلا خرافية بشنه جهاز وجقة سعره وشنه عيوبه هسا رح تعرف القصة كلها بس ريت لايك من إيدك للفيديو واشتركوا بالقناة تدامه مشتركين ومشكورين على الدعم يلا نبلش أنا محمد وهنا نبيكم الفيديو نيوم أصدقائي الجهاز هو ريال مي جي تي نيوم 5 SE أحدد جهاز من ريال مي نزل للسوق العراقي رح أبدو ياكم بهذا الجهاز بالمعالج أو المحرك الذي يشغل هذا العربيد لأن هذا أول جهاز يدخل لسوقنا بمعالجك ولكم سناب دراجون 7 بلس جين 2 هنا أريدك تركز من تسمع معالج بأي توليفون لازم تعرف أنه سلاسة جهازك وسرعته بالشغل والتهنيقات اللي تعاني منها كلها أو أغلبها مرتبطة بالمعالج وحرارته لهذا النوع المعالج يفرق لك حيث هنا عندك معالج بطل ينطيك أداء راقي وقوي بأي شيء وبكل شيء بالأرقام قوة قريبة على أداء أجهزة مثل S22 Ultra أو شاومي 12S Ultra اللي هم من أقوى الأجهزة بالعالم من أندوريد بل فيانو 22 ولليوم أسعارهم فوق 700 و 750 دولار هذا المعالج يسمى البلدجين 2 اللي موجود بالنيو 5 SE من ريالي ينطيك أداء حيث راقي بالألعاب مثلهم بابجي تلعبها بأقصى وعلى رسوميات بمعدل 60 فريم Call of Duty نفس الضبط بمعدل 60 فريم Gentium Impact اللي تعتبر أذق اللعبة بأي تريفون تلعبها بعلى ضبط ومعدل بين 47 و 55 فريم وبحرارة أقل من 40 درجة هذا أحسن لا مو بس أحسن أحسن بهواية من الأجهزة القوية اللي ذكرناها لأن عندك منظومة تبريد كلش قوية بيها حجرة غاز أملاقة 4500 مم مربع وشرائح تبريد غرافايت هموات أملاقة 6500 مم مربع وغير ملاعيب مستخدمتها رايل مي حتى تطلع الحرارة بسرعة من الجهاز ويبقى الأداء ثابت وقوي إيش قد ما تطول باستخدامك وذا تحبون نسوي لكم مراجعة لأداء هذا الجهاز من حرارة وبطارية وقوتها بالألعاب كتبونا بصندوق التعليقات وإن شاء الله بأقرب وقت نسوي لكم هذا الفيديو طبعا الجهاز تقدر تلعب عليها ساعات والأداء ثابت حتى بالاستخدام اليومي تفتح ما عرف كم تطبيق وتشتغل لا تخاف من شي يعني عندك رام وذاكرة شبيرة وخيرة من الله 16 جيجا بايت رام و1 تيرا مساحة تغزين داخلية وهذه النسخة اللي دخلت للعراق ها وعندك توسعة رام 8 جيجا بايت يعني يصير الرام عندك بالس اي هو 24 جيجا بايت من النوع الأسرع LPDDR5X وهذا الأسرع بالالفين وثلاثة وعشرين اليومك هذا والذاكرة الواحد تيرا بايت من نوع UFS 3.1 السريرة يعني أكثر من 200 ألف صورة 200 ألف أغنية والذاكرة تقول لك أبشر جيب بعد وطبعا هاي البطولة وراها ومن وراء الكواليس واجدت ريالمي الأنيقة والسلسة ريالمي UI 4.0 موجود إياها عندك تحديثات ثلاث سنوات أندرويد واربع سنوات النظام يعني جهازك يتحدثه بشكل طويل حتى تستفاد من كل دينار الدفع به الأطول وقت ممكن وبصراحة السعر مع نيو SE رهيب رهيب حيل هو 399 دولار بس يعني تقريبا 600 أو 620 ألف دينار عراقي هذا كسعر قدام الأداء والشاشة والبطارية يعتبر السعر عادي جدا وليأكد لك كلامي بعد أحسن من المعالج والأداء هو البطارية والشحن لأن هنا عندك بطارية التليفون أملاقة 5500 ميلي أمبير ومو 5000 أثل أغلب المنافسين وعندك شاحنة موجودة بالباكيت قوة 100 واط بنظام السوبر فوق للشحن الخارق والتي تنطيك 100% شحن بأقل من 32 دقيقة 90% شحن بأقل من ربع ساعة يعني إذا غسل وجهك من الصباح تشرب لك استكان شاي الجهاز صفر تطلع من البيت وترجع العصر وعندك شحن به شحنة الكاملة مثل وردة مشيك 9 إلى 10 ساعات شغل بالجهاز مستمر وضعت استخدامك وسط والعبع الخفيف تصفح وأفلام ويوتيوب وفيس وهيش أشياء لا أخذ راحتك يومين ويبقى زيادة فت 5% وهملة تشيلها من الأن مثل ما قلت لك ربع ساعة شحن تعديك يوم دوام وللمغرب هموت أما إذا سويت لايك واشتركت فهذا رح ينطينا شحن خارق لأننا نريد نوصل إلى 800 ألف مشترك قبل نهاية السنة إن شاء الله هذا يجي بفضل الله وتوفيقه وأكيد دعمكم زيان وإن الملاحظات أقول لك هسفت لحظة بس أن الشاشة هنا كوبة لعز لازم شوية تغزل بيها لأن الشاشة واحد على واحد وفلاكشيب للأخير شاشة جبيرة فلاد 6.74 انت كان أكبر من شاشة الآيفون 15 برو ماكس نوحة أمولد وهذا يخليها شاشة راقية بألوانها وسواداتها تخبل وكل شبيهها صافي وناعم ودامعة دقتها 1.5 كي وهذه أحسن من الفول أجدي اللي هواي شركات تستخدمها بأجزتها بهذا السعر والفيق بال 1.5 كي انتبه ينطيق جودة التوكي باستهلاك بطارية أقل وهذا بتليفونات تعتبر ال 1.5 كي هي النسبة الذهبية بين قوة الشاشة واستهلاكها للبطارية تردد الشاشة هماتي الخرافي يفيد جماعة القيمينج لأنه من الأعلى بالعالم بين الشاشات هو 144 هيرتز واللعبات اللي تدعم هذا التردد تشوف بيها النعومة غير خلي ببالك أنه هنا الشاشة ترددها متغير ذكي بحسب الشيء المعروض بالشاشة واللي يحتاجه أما ذا أسولف لك على سرعة استجابة الشاشة لكلها مسمى لمسات أصابعك فهمات السطوري يعني يصعد إلى 1500 هيرتز يعني إذا قرب لك أقرب لك السالفة فأعرف أنه سرعة استجابة شاشة اللمس بالريال مي هذي هي أربعة أو خمسة ضعاف سرعة استجابة شاشة الآيفون 15 برو ماكس وليس 23 ألترا يعني أنت تفكر تدوس على الشاشة طلقات الطير ببجي وحدها هم؟ وضعاتها ممتازة 1450 شمعة بالوضع الأوتو يعني تقدر تشوفها جو الشمس القوية براحتك وبيها بعض حبشكلات وبهارات حتى تتونس بها تعرض مليار لون موجود كثافة بكسلات 450 بكسل لكل إنج حتى تشوف كل شي حاد وواضح مثل دمعة وكيد موجود قدك سماعتين استيريو محيطية راقية عالية وقوية وبيها بيز وعمق حين مرتب وبيها دولبي أتموس اللي ينضيك تقريبا صوت 360 درجة حواليك عندك بصمة ضوئية تحت الشاشة سريعة ونفسي ونفراريد همات موجودات الحيات قمرة وربيعة حين سويتها مو بسبب الحقيقة الوضع موهد شي بكل مكان بريان ميجي دينيو 5SE إي بملاحظات أكيد تصميم أنا مو كلش حبيته خصوصا الأزرق أشوفه جريء أكثر من اللازم وشبابي صح تحسه جاي من عالم سايبر بنك بس قلت لك أنا مو صديقي جعلوان أنا كلاسيكي الأسود عندي كلش أوكي وراقي وأي واحد يقدر يستخدمه بأي مكان أما النسخة لي أنصحك بيها فهي هاي باللون الأبيض هذه عنده الأحلى بلا منافس طبعا الظاهر يجيك بفنش ينطافي ولمع سوى تسمي ريلمي الرمل المتلعله هذا الظهر والفنش يخلي الجهاز صعب تقدر حتى لو تحاول فصعب بتوسخه بأي شي جو إيدك لا شاي لا حمره لا دهن مسحة وحتة بسيطة يرجع لك صاك طالع من الباكت بس الجهاز ما علي طبقة حماية معروفة موابي مدخل سماعات الرأس 3.5 ملم والجهاز أبد مونحيف 9 ملم تقريبا هذا الرقم يعتبر شبير بإيدك راح تحسه أكيد وأكيد راح تشوف ظهر مصطعيته من الباستيك حتى وزنه يبقى معقول وخفيف 193 غرام وزنه هذا يعتبر رقم حين خفيف رغم بطارية الأملاقة ومن 5500 ملي أم بير تقدر بهذا الوزن وحفات الجهاز تستخدم الجهاز وقت أطول وإيدك ما تتعب واحدة من الملاحظات اللي سجلتها أيضا إنه ما عندك مقاومة ما يغبار بأي معيار الكاميرات أيضا مو من نقاط القوة بالتليفون بيها خوش فيكات بس كلها عدسات عادية عادة العدسة الأساسية اللي قوتها 64 ميجابيكسل وليتعتبر جيدة باقي العدسات لا عدسات متوسطة عدسة السيال في 16 ميجابيكسل متحسس واسع ألترا وايد دقته 8 ميجابيكسل عدسة مايكروسكوبية تاخد بيها صور مجهرية للأشياء الدقيقة إذا تحبهي جنوع من التصوير أكيد مثل ما قلت لك كل العدسات متوسطة بالنهار الصور والفيديوهات جيدة جدا بالأضاء الضعيفة الأداء يتراجع هواية جهاز يصور لك فيديوهات 4K 30 فريم بالثانية من المتحسس الأساسي أو Full HD 60 فريم بالثانية أما من كاميرا تسيرف فتقدر تصور فيديوهات Full HD 30 فريم بس طبعا أنا هي تشي كملتو يا ريلمي جي تينيون 5 SE لهذا قلت لك هذا الجهاز هو كبير هاي الفئة بدون منافس بس أريد أشوف أراكم شون أريكم بالجهاز وصفاته مقابل سعره قطبونا بصندوق التعليقات هذا كل ما عدنا فيديو اليوم أتمنى السفادية من الفيديو ورفتم معلومات كافية وكاملة عن الجهاز قبل أن تشتروا فأكيد إذا عجبكم لا تنسونا لسونا لايك الفيديو وتشتركونا بالقناة وتابعونا على كل صفحاتنا كل الرواضة موجودة بالوصف أسفل هذا الفيديو شكرا لكم وشكرا لحسن متابعتكم ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو جاي بخير وصحة وسلامة في أمان الله